البداية بالتفاول ليه؟ لأنه أهلي وزمالك في نوفمبر على طول القضية ممكن حضره هو عموما وش نوفمبر على لقاءات القمة كله في مصلحة الأهلي فإن شاء الله بإذن الله يعني تكون مواجهة كده تفرح جماهير نادي الأهلي وتفرح جماهير نادي الأهلي لأنه زي ما قلت لحضراتكم ده ممكن يكون أول اختبار حقيقي أول مباراة صعبة للأهلي في الموسم اللي جاي كله وعايز أقول لكم أن الموسم أغلبه هيكون مطبط صعبة نتمنى إن شاء الله أن مستر موسماني يوفق ويمكن واحدة من النقطة اللي بتصبه في مصلحتنا أنه الزمالك كتيم كتاب مفتوح سواء كفكر جهاز فني أو أوراق موجودة عند الفريق أما بالنسبة للنادي الأهلي احنا بنتكلم على حالة من حالات المبهمة يعني ما تقدرش تعرف ويمكن أغلب يعني أو معظم جبهي النادي الأهلي ما تقدرش تعرف النهاردة الطريقة اللي هيلعب بيها مستر موسماني ولا التشكيل اللي هيختاره لمواجهة نادي الزمالك ونحاول نقرأ كده بين السطور مع عظيفنا طبعا النهاردة في سادسة واحد من نجوم النادي الأهلي اللي هنقرأ معاه تفاصيل مباراة كابتن نحمود سمير بشرفنا أهلا وسهلا بحضرتك حبيبي بتشرف لما يكون متواجد معاك شرف لنا دايما مباراة سهلة ولا صعبة من وجهة نظر كابتن نحمود لا ما فيش شك ما ينفعش مباراة كم نقول عليها مباراة سهلة مباراة صعبة جدا لا على فكرة فيه مطشط كتيرة جدا قمة كنا بنقول عليها احنا كالجمهور سهلة بس النتيجة غير كبق يعني كنا بنبقى نزيم نقول هنكسب نختلف مع بعض على هنكسب كاب بس النتيجة السعاد بتبقى غير متوقعة لكن في معظم الأوقات الحمد لله نادي الأهلي بيبقى قد مباراة القمة وبيفرح جمهوره وده اللي احنا متعودين عليه كجمهور نادي أهلي من مجلس دورة نادي أهلي ولعب نادي أهلي احنا اتفقنا حطينا قاعدة كده من أول الموسم في السادسة انه مفيش مباراة هنالعاب النادي لأهلي الموسم ده كله مباراة سهل اي ان كان الخصم مين وانكت البطولة اللي احنا منعبها ايه بس على مدار التلاث سنين اللي فاتوا والدهوري كل سنة بتصعب بتطلع فرق قوية بعكس السنين اللي فاتت تلاث سنين الأخار كان ممكن اي فرقة بتطلع بتهبط تاني لكن دلوقتي انت الفرق اللي بتصعد عندها امكانيات مدية كبيرة جدا بتجيب عناصر وتعمل صفقات كبيرة جدا فبتظهر بشكل كويس في الدوري الممتاز زي سراميكة للمساعد وفيوتشر السنة دي فرقه فالدوري بقى صعب مفيش مباراة أهلي زي ما انت بتقول طبعا السنة دي بالأخص الدوري بقى صعب جدا الفرقة كلها بديها بدايات كويسة جدا موفقة فرقة على الأسبوعين الأولينين لأ فرق كتير شغلها بشكل كويس جدا فما فيش شك مباراة أهلي زي ما لك مباراة كمه الناس كلها مستنيه يوم الجمعة فرقتين فرق كبار على مستوى الأفريكي ستة بونطن لتنين كل فرقة نادي الأهلي نادي الزي ما لك عايزي بقى أول الدوري ويركب الجدول من بدري بتمنى لنادي الأهلي التوفيق طبعا في مباراة كمه زي دي زي ما حالك قلت كان مهمة جدا نادي الزي ما لك دلوقتي كتاب مفتوح الناس كلها عارفة التشكيل الناس زي ما لك بيلعب به طريقة اللعب سواء زيزو بن شرقي أوباما أو مصطفى فتحي لو متواجد والفرود سواء عمر السعيد يعني أو سيف الجزيري لكن الأهم أن نادي الأهلي الموسم اللي فات كان هو كتاب مفتوح لمعظم الفرق السنة بداية النادي الأهلي ممكن تكون مش بالشكل اللي ياليك بالنادي الأهلي اللي احنا مستنيينه لحد دلوقتي لكن هو ما بقاش كتاب مفتوح ما بقيتش عارف مين اللي ممكن يلعب خاصة في النواحة الهجومية سواء ميكسوني برستاو أنا هكلمك في ده على مستوي يعني الناس بتسأل النهاردة على التوليفة أو التشكيلة الأمثل اللي تعرف تستخدم فيها كل إمكانيات وقدرات لعبتك سواء على مستوى مطش الزمالك اللي جاي أو على مستوى الموسم كله بس قبل ما أدخل في اللي جاي عايزة أقرى شوية لأن الجماهيل شوية محتارة يعني كان فيه تباين في الأداء ما بين مباراة الإسماعيلي اللي الأهلي قدم فيها عرض محترم جدا وتقلق حتى وهو بيلعب ناقص قدام تيم زي الإسماعيلي وعمل سكور كويس وقدم أداء محترم جدا وقدام مباراة البنك الأهلي اللي يعني تراجع فيها الأداء أو اتغيرت الصورة اللي شوفنا في مباراة الإسماعيلي في مباراة البنك الأهلي ويبدو أنه الأهلي كان بيعاني فيها هجوميا إزاي شفت التباين ده وأسبابه إيه من وجهة نظرك؟ طبعا ما فيه شك مباراة الإسماعيلي طبعا أنا مش بقالل من قومت نادي الإسماعيلي نادي إسماعيلي من الفرق اللي كانت بتمتعنا طول عمرها كرة لكن نادي الإسماعيلي السنة اللي فاتته السنة دي الإسماعيلي مش هو الإسماعيلي اللي احنا بنتفرج عليه و بنحب كورته الإسماعيلي كان شكله مختلف نادي الأهلي كان متفوق بشكل رائع جدا أحرز أهداف بدري المباراة سهلت الإسماعيلي سهل المباراة على نادي الأهلي فنادي الأهلي ظهر بمظهر عالي جدا و الناس كلها كانت مبسوطة بداية بيرستاو كانت منفقة جدا مع نادي الأهلي بإحرازه هدفين والهدف التلاتة حسب وفي صايد فطبعا أنت عرف الانطبع الأول بيدون بالنسبة لجمهور نادي الأهلي فبيرستاو قدم أوراق اعتماده في مورات الإسماعيلي والناس منتظرة منه كتير في فترة جاية ميكسوني الناس منتظرة منه في فترة جاية برضو أداء أفضل من كده وإحراز أهداف وأسست فكان الشكل كويس جدا في مورات الإسماعيلي وكيرف كان طالع وكيرف كان طالع والأداء كان هايل جينا المباراة للبنك الأهلي المباراة الثانية طبعا ما فيه شكل لجون بيرستاو طبعا لا عنده مهارة هايلة عنده سرعات كويسة جدا بيستغل معظم الفرص اللي بيجيله جاله ثلاث فرص أحرز منهم هدفين والهدف الثالث كان أوفصايد فده إنتاج كويس جدا لبيرستاو في أول مباراة ليه بيقدم أوراعة المدو معناها جمهور نادي الأهلي مفيش شك إن مباراة البنك الأهلي كل مدير فني ليه إقراءة معينة لنادي الأهلي كابتن خارج جلال قدم مباراة أنا بشوف مباراة كويسة جدا برتمع عالي جدا معاه تيم عامل صفقات كويسة جدا بنك الأهلي قدم مباراة طاليق بإسمي فينا البنك الأهلي أحرج الأهلي في بعض الأوقات النادي الأهلي كان الهدف اللي جابه بعد صعوبة جي بعد تغييره الطريقة اللي ما كانتش راديانة أو راديا جمهور النادي الأهلي من مستر موسيماني إن بشوف إن صعب إن دور المصر النادي الأهلي إنك تلعب بتلت فندرات أو حتى لو إن حمد فاتح صادت قدام السرد باكين قدام تيمي البنك الأهلي مش بقلل من تيم بنك الأهلي لكن النادي الأهلي احنا متعودين عن نواحي الهجومية بتاعته بتبقى أعلى من كده بكتير اتغارت الطريقة الشوط التانية أنا أرس عايزة أخذ رأيك في حاجة برضو بمناسبة جن محمد شريف التزديدة اللي شاطها عمر السلية تزديدة رائعة الحقيقة يعني جدا وكان يليق بيها إنها تخش الشبكة مباشرة يعني لكن باستثناء تزديدة عمر السلية دي على مدار شوطيني المباراة كل تزديدات لعبة الأهلي برا تلت خشبات دي كانت على نصف فهم نسباني ما بتفاجع المباشر دي مشكلة في قلة التزديد من نص الملعب لكن في حمد فاتح يسدد كورتين منهم واحدة جات في العرضة دي في أخذ بعد ما جبنا الجو كورت حمد دي برضو كانت عالمية شط شطين بعد الهدف فدي طبعا من الحاجات اللي كانت تنقص نادي الأهلي خاصة في خط الوسط إن الزيادة الهجومية مع الثلاثة اللي قدام خاصة أن انت كنت بتلعب بتلاتة في نصف الملعب وبتلعب أفشا ومكسوني وبرستاو فكان لازم في زيادة هجومية من السلية أو من حمدي أو من أقرم لما كان متواجد في نصف الملعب لكن دي ما شفناش شوط الأولين اتغارت الطريقة الشوط الثاني بنزول محمد شريف رجعنا لأربعة تنين تراتة واحد بقى فينا واحي هجومية أحرزنا هدف وكنا ممكن نحرص تاني لكن الشكل الهجومي مزع على الجمهور شوية ما فيش شك إن إحنا محتاجين نشتغل على النواحي الفنية الهجومية أكتر من كده عندك عناصر كويسة جدا كمان عندك دكة تقيلة جدا محتاج إن النواحي الهجومية الشكل يختلف عن كده أيو يعني أنت أغلب تدعيمتك السنة دي كانت هجومية كلها يعني فكان مفترض أن الحلول والأوراق اللي بتلعب بيها بالضبط في أي لحظة تعمل الفارق بس ما حسناش ده في ماتش البنك خاصة في نقطة برضو يعني ساعت وانا بتفرج أنت بتحتاج أن انت بين الشوتين لازم تعمل تغيير دلوقتي يعني في ماتش البنك الأهلي كان لازم بين الشوتين شايف إن التأخير الشريف تأخر شوية تأخير التغيير أخر الهدف يعني أنت قريت البنك الأهلي بيلعب فادي فريد فرود صريح وانت بتلعب أيمن أشرف وبدر بنون وحمدي فتح ساقط قدام السرد باكين مش محتاج إن أنا في مباراة زي البنك الأهلي إن أنا ألعب بتلاتة على فريد واحد حتى لو حمدي فتح بيزيد تالت في نص الملعب كنا محتاجين إن واحد وجمية تزيد تغيير أحمد عبدالقادر تغيير أو كهرباء أو حسين الشحات كان لازم التغيير يكون من بدري كان الماتش الممكن نتيجة تتغير أكتر من كده طيب ده هيخدنا للكلام على ماتش الزمالك وإيه الطريقة اللي انت شايف إنها الأنسب للمواجهة نادي الزمالك وإيه التشكيل الأنسب لتطبيق الطريقة دي من وجهة نظر كابتن محمود سمير بس خلينا نروح نراجع كده عشان كنت بقول في أول لقاءنا إنه نوفمبي دايما شهر وشه حلو على نادي الأهلي وخصوصا إنه يمكن يكون في أهم لقاء قمة جمع بين الأهلي والزمالك على مدار تاريخ طويل جدا من لقاءته وهو طبعا لقاء نهاي دوري الأبطال اللي حسموا الأهلي بقضية محمد مكدي أفشا دائما ما كانت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك زاخرة بالمتعة والإثارة التي ينتظرها عشق كرة القدم في الوطن العربي وإفريقيا موسيقى طابعا خاص يتمتع به لقاء القمة المرتقبة رقم 123 بين الغريمين التقليديين في الأسبوع الأولى من بطولة الدور الممتاز 2021-2022 خاصة وأنها تأتي في شهر نوفمبر الذي كان شاهدا على ثلاثين لقاء سابقة بين الفريقين عبر التاريخ دون الأهلي في سجلات التاريخ فوزه على الزمالك في 15 مباراة في شهر نوفمبر بينما فاز الزمالك في خمسة وحسم التعادل التسعة مواجهات حسم التعادل السلبي نتيجة أول مواجهة بين الأهلي والزمالك بشهر نوفمبر وكانت في عام 1922 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعت الفريقين في دور منطقة القاهرة وكانت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 في مباراة نهائية دور أبطال إفريقيا وفاز الأهلي بالمباراة بنتيجة 2-1 وكانت آخر مباراة جمعت الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر ببطولة الدول الممتاز عام 2004 وفاز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين فماذا يخبئ نوفمبر 2021 لقطوي الكرة المصرية في القمة 123 أحلى مواجهة كروية على مدار الموسيقى والله يبتكلم جدا يعني إحنا بنلعب في مطشط مهمة جدا وبنلعب في بطولات كتيرة جدا وبتلعب مع بايا ميونخ وبتلعب مع بالميراس وبتلعب مع الوداد وبتلعب مع كايزر تشيفز كل دي بطولات مهمة جدا وألقاب كبيرة حقا نادي الأهلي لكن تظل قيمة الأهلي والزمالك في حتة تانية أيا كانت بقى المسافات صحيح الأهلي بيعت في العشرين سنة الأخيرة وخد مشوار كده بعيد جدا عن كل وأعرب منافسي مش على مستوى مصر بس على مستوى القارة الأفريقية كلها لكن تفضل للمباراة دي طعمتها وتخال كده موسم كروي كامل مفهوش مصر أهلي والزمالك هيفقد قدئ من قيمته ومن متعته طبعا بس نوفمبر حاله أكيد سدسية مرة وقضية مرة هنتمنى ان شاء الله خمسة نوفمبر يكون مصر حلو على إن شاء الله نقرأ مع بعض بقى تفكير مستر موسماني عايزة أعرى تفكير مستر موسماني للمباراة وعايزة أشوف كده كابتن محمود سمير لو هيختار طريقة يلعب بيها مع نادي الزمالك وتشكيل ينفذ الطريقة دي هيكون إيه؟ تحب أقولك لأول التشكيلة ولا فكر مستر موسماني؟ قل لي فكر مستر موسماني لأول بشوف فكر مستر موسماني أن انت تلعب مثلا مباراة البنك الأهلي بتلات دفندرات يبقى أكيد في مباراة زمالك الليل الأكوا أكيد هتلعب بتلات دفندرات أليو حمدي والسليا تمام تمام وبدر بنون وأيمن أشرف ومعلول وأكرم توفيق باكرايت وهيبقى أفشاو بيرستاو ومحمد شريف آه يعني نفس الطريقة ونفس التشكيل اللي لعب بيه ده تفكير مستر موسماني بالنسبة لمباراة الزمالك بس أنك طلعت لعبت أكرم ولعبت شلت مكسوني وحطت شريف وشلت محمد هاني وحطت أكرم أكرم توفيق تمام لأنه عنده طبعا بيقابل عايز أقول حاجة مهمة جدا لمحمد هاني عشان ممكن الولد يكون عليه ضغط شوية ضغط شوية وكان خارج زعلان المطش بس أنا عايز أقول لك هاني أنه كمي يعني وحنا بنختار أفضل ثلاث لعيبة في المطشات اللي فاتت صحيح أنت ما يعني في النهاية ما تمش اختيارك كواحد من أفضل ثلاث لعيبة من نادي الأهلي في مطشين الحرس العودة والإسماعيلي لكن كمية رسائل الدعم اللي جاء لك من جمهور نادي الأهلي كبيرة جدا جدا وكلهم شايفين فيك مستقبل نادي الأهلي فشد حيلك واضغط على نفسك وقدر ترجع لمستوياتك المبهرة اللي قدمتها واللي مش بس أبهرتك أهلوية أبهرت العالم كله في مشاركتك على سبيل مثال بطولة كسر عالم لأنده الأخير طبعا طبعا كان الشيء بشيء يذكر لأنه دي السيلة وأمانة من جمهور نادي الأهلي كان مهم موصلها لها طبعا أنت طبعا حاجة عارف نادي الأهلي محتاج كل لعيب لكسرة البطولات الأهلي بيشارك فيها فمحمد هاني من العناصر الأساسية وكالوسة الفورمة حلوة أول طبعا مش هنقدر ننسى مطش بار ميونيخ محمد هاني كان عامل فيه إزاي صحيح فبنتمنى له إن شاء الله أن يبقى المنافسة دايما ما بينهم ما بينه وأكرم توفي لأن احنا محتاجين كل لعيب في كل مركز تمام فزي ما بقولك أنا بشوف مستر المسلماني قرية المطش الزمالك أنه بيلعب ببدر بنون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفي وحمدي فتحي والسولية وديانج وقفشة ومحمد شريف وبيرس تاو وقفشة والشريف وبيرس تاو بشوف ده أنسب تشكيل ممكن مستر المسلماني إنه بيلعب بحيط النسبة تتكلم يعني إن كان لي أنا أتكلم بسايا ناس النسبة تتكلم على أنك إنت تلعب بسبعة ديفندرات يعني سبعة أدوارهم الدفاعية أكتر منها هجومية ده مش الأهل يا كابتر محمد طبعا يعني أنت بتتكلم على بدر وأيمن مساكين باك يمين وباك شمال أكرم ومعلول بتتكلم على ثلاثة أهفات سبعة ديفندرات سليا وحمدي وديانج كتير كتير وده اللي مخلل النواحي الهجومية عند النادي الأهلي مش زي ما إحنا عاوزين أو مش زي ما الجمهور راضي عن الناحي الهجومية النادي الأهلي نشوف أن الشكل الأمثل للنادي الأهلي هو طبيعة النادي الأهلي إن بلعب بالأربعة وراء بدر بنون وأيمن أشرف لأن الكامية ما بينهم ده تشكيلي بشوف الكامية ما بينهم ماشي كويس جدا أيمن وبدر بنون بنبدأ حجمة بشكل كويس جدا عن طريق الاتنين دول عيبت كرة أكرم توفيق وعلي معلول البكين اللي هم الأنسب للمبارات القمة والأنسب لتشكيلة النادي الأهلي الفترة اللي فاتت لأن أنت هتقابل مواجهة صعبة جدا ما بين زيزو وعلي معلول وما بين شرق وأكرم توفيق في مباراتين ما بين الأربعة دول أنا أتكلم على مصادر الخطورة لكابتن محمود شايفة في الزمالك وإزاي نواقفها هنتكلم على تحديدا يمكن زيزو وبإن شادي هما الاتنين أكثر لعيبة ممكن تعمل لهم حساب في فترة الزمالك وبشوف الديفندرين أليو ديانج والسولية أفضل كيميا يعني لو جينا نشوف حمدي فتحي والسولية والأليو ديانج تختار منهم اتنين الكيميا ماشي أكثر ما بين أليو ديانج والسولية هايل ودفندر هايل وبيقوم بأدوار أنا بشوفه جوكر مستر موسيماني بيتحرك بحمدي فتحي في كل حتة في الملعب وفي كل حتة بتلاقيه إنه هو بيبقى قدام السرد باكين بتلاقيه زيادة هجومية بتلاقيه وبيشوت وبيسدد في النواحة الدفاعية من أكثر اللعيبة اللي بتستخلص الكورة بس شايف أنا أن ديانج والسولية يكونوا في نص الملعب وبشوف في حسين الشحات وبيرس تاو وقفشة حسين وتاو وقفشة وقفشة وشريف قدام تسعة أتلعب بيرس تاو جناح شمال شمال وحسين الشحات يمين لأنه شاف إن حسين الشحات مفنش كويس جدا وبيقدي بشكل كويس جدا ورجع له في خرمته وقفشة في مكانه الطبيعي وشريف في مكانه الطبيعي بشوف ده أنسب حاجة للشكل الأهلي للشكل الأهلي في مبارة الكمة إحنا عايزين نشوف كورة كويسة عايزين الجمهور عايز يتمتع جمهور عايز يكسب الشكل اللي أنا بقوله ده هو ممكن يكون أنسب شكل هجومي للنادي الأهلي في مبارات الكمة أو في المبارات القادمة ومعاك دكتة قيلة جدا طبعا ميكسوني كهربا عمار أحمد عبدالقادر طاهر معاك دكتة كويسة جدا محترم أحسام حسن تقدر تتعمل لأنت عايزه شوت تاني حمدي فتحي هتحتاجه الشوت التاني لأهو فعلا هيلعب بتنين دفندرين بس هتحتاجه في بعض أوقات كتير قوي من مبارات مركاته الأهلي كانت إيه القوي الزمالك عشان مشاكل القيد عنده مفيش جديد وده اللي كنت بقوله في الأول الزمالك كتاب مفتوح صعب قوي أنك تلاقيه مفاجأة لا في الطريقة ولا في التسكين تشكيل الزمالك معروف وكتاب مفتوح لكل الفرق مفنش كويس وعمل مباراتين كويسين في بدايته في الدوري فهو فعلا كتاب مفتوح لكن يبقى حالة اللاعب في اليوم ده إيه حالة اللاعب، كالعب أهلي أو الزمالك حالتك في اليوم ده إيه ممكن يكون مش يوم بين شرقي ممكن يكون مش يوم زيزو ممكن يبقى يوم حسن الشاحات حد تاني خالص طيب حالة اللاعب في اليوم ده هي أهم حاجة خلينا نتكلم مع المنطقي أو الطبيعي وأنا تحديدا أنا شايف ان خطورة الزمالك بتتركز بشكلك ده في الفصص الأنقية دول زيزو وبنشرق إزاي توقفهم سواء علي معلول أو أكرم توفيق نرجع نتكلم في ده بس بحضر الفاصل مرة تانية برحب بحضراتكم يعني أنا قبل الفاصل كنت بأتكلم مع كابتن محمود على الطريقة والتشكيل بس برّ حسابات الطريقة والتشكيل برّ ناحية الفنية دي أنا بيتالي في حسابات تانية كتير جدا مرتبطة بلقاء قمة بلقاء أهلي وزمالك يعني حتى على مستوى اللعيبة قال كويس إنه المطش جاي بدري شويتين يعني شوي هيقلل من نسبة التوتر والتحفز اللي ممكن تبقى موجودة لكن في النهاية بالنسبة اللي عابت الأهلي وزمالك هم عارفين إنه اللقاء ده ومرضود اللقاء ده عند الجمهور في حتى تانية خالص وبالتالي الموضوع مش بس بتغالي كابتن محمود فكرة أنك أنت تبقى جاهز فنيا وعدنيا وتبقى موفق في الطريقة والتشكيل اللي أنت هتخذ بيه المباراة أنت غالي فيه ناحية ناحية إعداد نفسي كمان طبعا يعني أنت ممكن تكلمنا شوية أنتو حتى كلعيبة بينكم بين بعض أو حتى الجهاز الفني معاكم ناحية الإعداد أو التحضير النفسي والزهني لمواجهة قمة كان بتكون إزاي بص هو طبعا ما فيه شك إن أي لعيب لما بيجي في بداية الموسم بيبص في الجدول هو مستني مباراة أهل وزمالك مستني إنه هو تبقى تقيلة كابتن محمود تقيلة طبعا مباراة إيلا بتبقى أنت كلعيب بينك ونفسك مهما كنت جاهز فاي بتبقى شي الهم طبعا مباراة إيلا جدا وليها حسابات وليها ترتيبات وليها تركيز غير عادي مش التركيز الأوفر اللي هو ممكن يخليك وحش مباراة لكن فيه ليها تركيز معين إن أنا بلعب في مكان في مكاني ببشوف مني اللي أنا هلعب أصاده بقره بقره حركاته اتجاهاته كرته عاملة إزاي فما فيش شك طبعا إن اللعب نادي الآلي هي أريا لعب نادي زمالك والعكس صحيح أكرم توفيق عارف بن شرقي بيعمل إيه معلول عارف زيزو إنه بيتميز بكروسات لو كفتين كده أكرم بن شرقي أكرم توفيق أنا لسه كنت بقول لحناك في الفاصل من اللعيبة اللي صعبة تترقص في الدور المصري من اللعيبة اللي أول ما بيتورش كرة برجل يمين بيعرف جاب برجل الشمال فأكرم من العناصر الأساسية كفتين لو أكرم بن شرقي أنا بشوف أن أكرم هيصعب الأمور جدا على بن شرقي في النواحة الدفاعية هيعدي كتير جدا ضرب ضرب في مطش البنك الأهلي لأنه هو لعيب من اللعيبة الرجالة يعني خد كم ضربة بس في الآخر قام من اللعيبة الرجالة اللي فعلا تقدرهم يعني صحيح علي معلول وزيزو مباراة ما بينهم مباراة جبيرا وزيزو من اللعيبة كويسة جدا تدي بكرة لو أنت بتتكلم معلول فنيا تدي له بكرة واجبات دفاعية أكتر منها هجومية طبعا معلول واجب دفاعية عنده بنسبة 70% أهم من النواحة الهجومية لأن أنت عندك اللي قدامك سواء برستا وسواء حسين الشحات كهربا عمار أحمد عبدالقادر أيا كان مين اللي يلعب يقدر يقوم بالنواحة الهجومية طالما بتلعب أربعة قدام ثلاثة وقدامهم شريف لكن عندك نواحة دفاعية لأكرم توفيق وعلي معلول هم أهم اثنين في الملعب هيعمل عليهم من تشكيل مستر موسيماني وهيعتمل عليهم بشكل كبير لأن خطورة الزمالك هي في الطرفين في بن شرق وفي زيزو زي ما قلت حالة اللعيف في اليوم ده هتبقى عاملة ازاي مهما كنت انت مركز في المباراة مستر موسيماني كتشكيلة كنواحة فنية نواحة نفسية بيتكلم على اللعيبة كتير لكن حالتك انت في اليوم ده هتبقى عاملة ازاي في المباراة ممكن تكون موفق وممكن تبقاش موفق بسبب التركيز الزيادة فانا بطالب طبعا اللعيبة ان ما يبقاش التركيز اوفر يبقى التركيز في الحدود لان انتوا كده كده كل واحد عارف في مكانه مين هيلعب وبيعمل ايه فبتمنى لهم طبعا التوفيق مباراة صعبة مش سهلة لكننادي الاهلي والعيبته ادهوا قدود كنت تساغلوا ازاي التحضير النفسي والزهني المطش زي مطش القمة اولا اكلمك بأمانة مستر جوزي احنا في الموتشات دي كنا متعامل عادي زي اي مباراة هنلعبها زيها زي مباراة سموحة مقصة حرص كان مباراة عدية جدا لان انت لو المدير الفني حاسستك بعيب في المباراة دي تركيزها يزيد ممكن اللعيب يخرج برة تركيزه يبقى نتيجة عكسية بالضبط فكنا متعامل مع كل المباراة واحدة زي مالك زي اسماعيلي زي اي فرقة بنلعب معاه لكن زي ما قلت لك يبقى حالة اللعيب في اليوم ده ايه مدير الفني اشتغل بشكل كويس وحضر المباراة بشكل كويس اللعيبة كلها ركزت وتمرنت وعمت اللي عليها اداء المباراة في اليوم ده هو يتوقف على توفيق ربنا اولا ثم حالة اللعيب في اليوم ده هيبقى عامل ازاي فيه لعيبة كتير في الاهلي سنقولة قمة طبعا يعني طبعا بيرسيتا وميكي سوني اول سنة اهلي وزمالك حسام حسن لو خد في المباراة لعب اساسي او حتى يعني كان بنش برضو اول سنة اهلي وزمالك احمد عبدالقادر وعمار احمد عبدالقادر وعمار كريم فؤاد اول سنة اهلي وزمالك اقرم تهيق لي لا اقرم لعب اهلي وزمالك قبل كده فشايف الناس اللي بتلعب سنة اولا قمة دي القصة بالنسبة لهم بتبقى مختلفة افضل يعني ما عندوش الضغط مش عايز اقول ضغط بس يعني هي مباراة ليها برضو وزنها اكيد في رهبة اكيد في رهبة بس يعني اقصد اقول انت كمدير فني تدي اللعيبة من الاول حتى لو اول سنة مش فاهمين لسه طبيعة العلاقة بين الاهلي وزمالك وانه غريم تقليدي او منافس رئيسي لك في الدول مش فاهمين قوي اهمية المباراة بالنسبة للجمهور ولا تفكر فيها ده طبعا لو جينا تكلمنا بالورقة والقلم ميكسوني وبيرستاو هما لعيبة كبار جدا اكون ان انت متواجد في النادي الاهلي فانت لعيب كبير هما كلهم احصف قدر كل الاسماء اللي قلتها ثقة الجماهير فيهم كبيرة جد بالضبط فانت لعبت مبارات كتير جدا بتكلم على بيرستاو وميكسوني خاصة يعني لعبت مبارات كتير في افريقيا قابلت فرق كتير جدا اعلى كمان من نادي الزمالك فبالنسبة لك انت الاثنين اللعيبة دول ما عندهمش اي مشكلة حسام حسن لو بنكلم عليه هو فرود من اهم الفراغ ده في الدور المصري ومن الهدفين الدور المصري ولعبت قدام انت اهلي وزمالك كتير جدا فاكيد هو مستني مبارات كمه يظهر فيها بشكل افضل عمار واحمد عبدالقادر من اللعيبة الصغيرة اللي مفنشين كويس جدا مع سموح احمد عبدالقادر وعمار مع التحاد اسكندري فبرضو عارف عنده بور عايز وبرضو دول ولاد اهلي فعارفين يعني مش جديدة عليهم حتى لو ما لعبوش فيستين اهلي وزمالك بس عارفين القصة والحكاية والرواية وبمبتدية معهم من بدري افريق من بدري في دور الناشين لعب زمالك كتير فما عندوش الرهبة بالعكس هو عنده متحفز ان هو يلعب مبارات اهلي وزمالك ويظهر فيها بشكل كويس لان تعرف دلوقتي يبقى فيه جمهور بيبقى متواجد في المبارات اللعيبة مستنية الجمهور مستنية ان الناس تقف جنبها بالذات خاصة يعني الصفقات الجديدة شكل الجمهور يبقى بيدي بور غير عادي طبعا للعيبة فما بشوف بشوف ان اللعيبة لصفقات الجديدة لو جات انا لو مدير فني اللي يليك بمورات القمة وبيتمرن كويس وانا حاس ان هو هيكسبني لأ اكيد طبعا هتديله بدون شك يعني طيب فيه لعيبة في الاهلي تقدر تقول كده انها حسمت مراكزها مش حسمت بمعنى ضمنت حسمت بمعنى انها خلاص تحطت في الحتة دي يعني لازم تقول الشاحات هتقول جناح يمين طبعا وممكن تلجأ له باك يمين يعني في بعض الوقات وظفتوا قبل كده في الحتة دي فمعروف ان الشاحات في الناحية ليمين في بعض الاسماء التانية اللي يمكن لسه ملامح مراكزها او خلينا اقول ان قدراتها تسمح لها بانها تشغل اكتر من مركز وحسب احتاج طبعا ورؤية مستر مسلماني في النهاية فخليني اخد رأيك من وجهة نظر كابتن محمود مثلا لعيب زي احمد عبدالقادر لعيب زي عمار حمد لعيب زي ميكي سوني الملاكز من واقع اللي انت شفته ومستوياتهم شايف ايه المكان الانسب ليهم في الملعب من وجهة نظرك احمد عبدالقادر وعمار احمد عبدالقادر عمار حمدي لويس ميكسوني لان الاماكن دي لسه يعني ما تداشت قولي حد حسم المكان ده هي الحيرة كلها في الهوف رايت والهوف ليفت يعني لو جينا مثلا بنكلم على التسعة محمد شريف هو ثابت وماشي بشكل كويس وحسام حسن معاه العشرة احنا عارفين افشا ماشي فيها بشكل كويس جدا وبيتطور هقولك اه فيه لعيبة فعلا حجزة مكانها في الديفندر زي ما احنا عارفين اليو ديانج وحمدي فاتحي والسولية وفي الريت والليفت اكرم توفيقه مع محمد هاني وعلي معلول في المحمود وحيد وكريم فؤاد وكريم فؤاد طبعا اكيد هياخد اكتر الصفقات اللي انا متحمس ليها جدا واستنتها كتير جدا وبتالي معظم جماهير قالي بتسألكنا في ده انتظرنا الصفقة دي الموسم اللي فاتح طبعا فانا احنا مستني كريم جاي ان شاء الله اكيد ليه وقته وليه دوره ومدير فني عارف امتى ممكن يشركه ومن اللعيبة المهمة جدا ويضيف للنادي الانيات وماشاء الله كمان كبيرة طبعا هي الحيرة زي ما قلتلك كلها في الهوف ليفت والهوف رايت اللي فيهم حسين الشحات طاهر كهربا ميكسوني برستاو صلاح محسن وصلاح محسن طبعا بعد عودته من الاصالة ان شاء الله يرجع بالسلامة فعندك حوالي ست سبع لعيبة واحمد عبدالقادر وليد سليمان طبعا فبنتكلم في حوالي تسعى لعيبة عشر لعيبة عمار ممكن يلعبها بقى عمار بيلعبها وبيلعب بقريت وبيلعب دفندر يعني ممكن تشغله في كذا مكان فعندك توليفة كبيرة جدا تحتار فعلا ان انت ممكن تحطني انسب من وجه نظرك الانسب في الفترة حالية اذا انت عارف الماتسب يبتدي على السوشال ميديا قبل الماتسب اصدوح ايه الديوتو الأفضل يعني معلول سيبت مين افضل يلعب مين اللي يكونو الصناقية في الناحية دي ويشتغله مع بعض كويس مع معلول الناس كتير جدا بتراهن على احمد عبدالقادر يعني من الحاجات الملفتة انه وناس كتير جدا شايف احمد عبدالقادر معلول هيعمله ناحية شمال جامدة جدا وناس كتير جداً شايفة أنه برسيتاو يلعب ناحية الشمال ومكسون يروح ناحية اليمين فعايزة التهات دي والأماكن دي برضو أسمع رأيك فيها بص أنا بشوف أن الكيميا مشاف في ناحية الرأيت ما بين حسين الشحات وأكرم بشكل كويس جداً للفترة اللي فاتت وبشوف أنه زي ما ترك حالة اللعيب الفترة اللي فاتت عاملة إزاي فحسين الشحات بشوف هو أفضل واحد ممكن يلعب في الفترة دي في حتة الرأيت في حتة اللفت عندنا اتنين أحمد عبدالقادر وبرسيتاو هم أفضل اتنين ممكن يلعبوا في المكان ده في الوقت الحالي اللي حالتهم الفنية أحمد عبدالقادر أحرص حوالي 11 هدف مع سموحة في حتة الهوفلفت في الحتة بتاعته لأن معظم جواله أنه هو بيقطم لجوة بيخش وبيحط ففي الحتة دي أحمد عبدالقادر هيبقى ماشي فيها بشكل كويس جداً والعيب مهاري والعيب صغير وعنده باور محتاج أنه هو يطلعه برسيتاو برضو من اللعيبة اللي ظهر بشكل كويس جداً لديه كنترول عالي جداً على الكورة وعنده سراعات كويسة جداً وإحنا كنا بنفتقد حتة الهوفين السرع الفترة اللي فاتت وحتة كامتانكو سننازل الأي لحتة الواحد على واحد في النواحة الفردية برسيتاو وإحناد عبدالقادر عندهم الحتة دي كويس جداً ميكسونيا كمان عنده الحتة دي ميكسونيا عنده الحتة دي إنه يظهر بشكل أفضل من كده يبقى فيه شوتنج عجوني يبقى فيه إحراز أهدافي الفترة اللي فاتت من أول ما الموسم بدأ شايف إنها فترة كافية إنه اللعيبة تقرب من بعض أبتغال أنت وإنتوا في الملعب لازم يقفين سجام أو تفاهم لغة العيون أو أحساسك بالزميلك اللي حواليك بتبقى عارف أو قاري هو هيتحرك إزاي ويتحرك فين وتحطير هل شايف إنه الفترة دي حالة الانسجام كافية وصلنا للمحاق ولا لسه محتاجين شوية وقت شخصية اللعيب هي الفاصل في حط اللي أنت بتقدر تنسجم بدري أو ممكن تتأخر في الانسجام شخصية اللعيب عشان كده لو تلاقي هتلاقي بيرستاو في أول مباراة لي فرض شخصيته في مباراة الإسماعيلي ظهر بشكل أكثر من رائع في مباراة الإسماعيلي ميكسوني خد حوالي ثلاث مباراة ما ظهرش بالشكل اللي لسه إنه إحنا منتظرينه كجمهور أهلي يفرز هدف أو يعمل أسستات بحيث أن الجمهور الأهلي طبعاً أنت عارف بيفرح بالنواحي الهجومية لأي لعيب أفريكي جاية أو أي لعيب عاماتنا بشكل عام فلسه منتظرين من ميكسوني الأفضل أحمد عبدالقادر نفس القصة وعمار نفس القصة لكن بشوف زي ما قلت لك أن بيرستاو وأحمد عبدالقادر هم أفضل اتنين ممكن في حتة لأنه يلعب قدام علي مع الأول انطلقت الدوري بقى بشكل عام بعيد عن أهلي والزمالك شايفها إزاي وشايف الموسم ده أو تتمنى الموسم ده يكون فيه مختلف عن المواسم القبيل وسأني أتفرقتا على معظم المباراة كلها الدور أول được tuvo شايف أنه فيه فرق ظهرة بشكل كويس جدا في بدايتها في الأسبوع الأول والتاني قصرة إحراز الأهداف في الدور الأول في الأسبوع الأول في الأسبوع الهدف 26 هدف الالأول و� siblings اشترى هدف الأسبوع الثاني حجم الأهداف كبير يدل على أن فيها نواحي هجومية شغالها بشكل كويس جدا من المدورين الفنيين من لفت نظرات فرقتهم مع الفرق بتاعتهم لفت نظري جدا طبعا سموحها وتحاد سكندري 4-4 لا مش قصة 4-4 قصة ان النواحي الهجومية كابتن حسام حسن انه انك ترجع من 4-1 ل 4-4 ان عامل شكل هجومي كويس جدا في المباراة التانية برضو 3-2 كسب 3-2 عمل جيم هايل جدا في النواحي الهجومية سموحها برضو عنده النواحي الهجومية كويسة جدا في فرق بنك الاهلي بغض النظر عن خسارته من نادي الاهلي لكن هو قدم مباراة طلعا الجيش الأولانية 3-0 وقدام الاهلي لعبا وقدام الاهلي كان عنده رتم عالي جدا ومن جاري نادي الاهلي الآخر دقيقة عنده صفقات كويسة جدا صنعت الفرق البنك الاهلي فيوتشار بيلعب كورة كويسة جدا مع كابتن علي ماهر وهيبقى شكله كويس جدا في الجدول لكن اللي أنا لاحظته في مشاكل دفاعية رهيبة في 80% من فرق الدوري يمكن عشان كده أقول إن أنت 26 هدف في الأسبوع الأول 26 هدف في الأسبوع الثاني نفس المعدل التهديفي لكن أنا شفت كل الفرق في الدوري في الأسبوعين في مشاكل دفاعية جدا عند معظم الفرق أقربهم الإسماعيلي عنده مشاكل كبيرة جدا التحاد السكندري برغم إحرازه سبع أهداف في المقراتين لكن عنده مشاكل دفاعية طلعا الجيش عنده مشاكل كبيرة جدا عودة الجماهير رغم النهب عدد وليه عملت فارق في الشكل أو في طعم البطولة؟ قدت شكل أي أن كان العدد مجرد ما بيكون قاعد حتى لو ألفين واحد في المدرجات واللعيب بيحس الصوت الجمهور بيدي باور للعيب غير عادي يعني فنتمنى أن العدد تزيد الفترة الجاية لأن الجمهور ده بيدي شكل وبيرفع من قيمة تسويقية وبيرفع من قيمة الدور المصري الجمهور بيخلي اللعيبة وفي الآخر العائد كله لمنتخب مصر أنه يبقى زي مستر كوروش يبقى عنده الاختيارات كتير جدا ويبقى شكل منتخب مصر في الآخر هو الفائدة لقيمة الدور المصري أنا بشوف أنه واحدة من تحديات القمة اللي جاية هو الجماهير اللي حضرة يعني ابتالي الجماهير دي عليها مسئولية كبيرة جدا أنا قلت من أول موسم بعد ما تم أنه هيسمح بدخول ألف لكل فريق أنه الألف دول عليهم مسئولية أنه هم يفتحوا أبواب الأستاد كله أو ملاعب كلها لبقية الجمهور اللي تقولوا الجماهير الفرقتين في المباراة اللي جاية إن شاء الله طبعا أنا بتمنى من الجمهورين جمهور أهل وزمالك أن نحنا متعطشين نحن نشوف الجماهير تاني في الاستاد بتمنى لهم من الالتزام والانضباط ده هيخلي الفترة اللي جاية إن الشكل يبقى أفضل وعدد الجماهير يزيد لأن الكرة المصرية من غير جماهير بقالنا سنين من غير جماهير طبعا مفتقدين الحلوة تحت الدولي ده اليوم ده كان ببعيد والمواطش ده بالذات لما كنت بتلاقي المدرجات مليانة صحيح جماهير الأهل يبقى مليا مدرجاتها كلها وفيه حدث فاضي عند السنة لا بس والله بتكلم جد كان ببعيد للكرة المصرية طبعا الناس كلها بتستنى بتستنى المباراة سواء اتحاد المصر الإسماعيلي بجماهيرهم الكبيرة الناس كلها بتبقى مستنية المباراة بتاعت الفراء الكبير عشان تكون متواجدة في المدرجات وبتمنى لهم إن شاء الله الالتزام والانضباط عشان الفترة الجاية الأمن يوافق إن العدد الجماهير تزيد وتطلع مباراة ليه بالدور المصر إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يعني الواحد بيستنى اليوم ده بفرغ الصبر اللي نشوف فيه المدرجات مليانة تاني كرة بيبقى ليها طعم تاني وإحساس تاني ومتعة تانية خالص كل التوفيق لجماهير الفرقتين اللي هيحضره وكل التوفيق للاعبتنا إن شاء الله في مواجهة الزمالك المنتظر يوم الجمعة اللي جاية وبالتأكيد بكرة هتستمر متابعة السادسة للتحضيرات والسعادة النادي لأهلي بكرة إن شاء الله بإذن الله هنكون معاكم في تمام السادسة زي ما تعودتهم دايما على شاشة النادي لأهلي كل الشوكل لكابتن محمود سمير على تشريفه لنا شرفته متشاكل ليك وساعدنا بتواجد معاك في قناة لأهلي ببيتنا وبتمنى إن شاء الله لنادي لأهلي التوفيق في مرض الزمالك ونبرك لبعض بعض المباراة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تكون مباراة يحقق بيها النادي لأهلي لعلامة الكاملة وترضي أو يرضي العرض اللي هقدمه النادي الأهلي ونجمنا إن شاء الله بإذن الله كل الجماهير النادي في كل مكان بوجل حضراتكم تحية أينما كنتم ونتقابل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد السادسة على شاشة الآن